أخلاقيا الوسوسة تدل على محض الإيمان تدل على أنه يعاكس الشيطان تدل على أنه استفز الشيطان في قوله تعالى من شر الوسوس الخناس الذي يوسوسه في صدور الناس الشيطان له هذه الصلاحية له هذه الإمكانيات بأنه يوسوس في صدر الإنسان ويلقي أحيانا في نفس الإنسان أحاديث هو الإنسان ليس مسؤولا عنه ولم تصدر منه الإنسان يعني لا يؤاخذ عليها الإنسان ولا يؤاخذ عليها ونعلم ما توسوس به نفسه الله عز وجل يعلم أيضا بهذه الوسوس في علم الأخلاق يقولون بأنه إذا أطاع الشيطان وتفاعل مع الشيطان وتفاعل مع وسوسة الشيطان فبدأ مثلا يشكه مثلا في وضوئه ويقطع الوضوء ويجدد الوضوء يعني يستأنف الوضوء ويقطع الصلاة يستمر الغسل مثلا نصف ساعة وساعة أو مثلا يذهب إلى بيت الخلاة أو مثلا يشكك في التكبيرة في ألفاظ الصلاة في القراءة فهنا يكون قد وقع في المحظور الأخلاقي في هذه الحالة يكون قد أطاع الشيطان بعبارة أخرى بيكون يعني قدم للشيطان خدمه بيكون أعانى الشيطان على نفسه ترجمة نانسي قنقر